موسيقى 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 يعني كتير أغاني كتير برنامج طويل نختار الناس أكتر شي بيتفاعلوا معهم خبرنا اليوم عن علاقتك مع الزكاء الاصطناعي هل أنت من مؤيدين هالظاهرة؟ بدك صراحة ما حضرتها لكون صرير معك شفت شي لأم كلتهم معينة للموضوع يعني ما حسيت فيه فيه هاي يعني مصطنع المصطنع يعني الفن منه منه يعني هيدا مصطنع مبتزل يعني ما انه حقيقة يعني ما بيعطيك الاحساس ما بوصل لك الحس كامل بهيدا الشي فشفت شي صغير ما ما حضرت شي كتير حتى يقولك انه يا والله انعني هذا الموضوع لا بشوف انه لا بيعبر يعني فيلم وسائقي بيعبر هل ما قلت اتقبل حدا عم بيغني بالزكاة الاصطناعي اغنية لاردة ليش لا ازا غنى صح انا مين ما كان يغني لي بس ما يغني لي غلط بس تعمل مقارنة بين الفن وقتها بلشت على الساحة والفن اليوم امتين بتقول رزق الله اكيد بدك تشوفي مقارنة بوضيع الصافي ومقارنة هلأ بالوقت اللي احنا فيه طبعا بدك تتأسفي على هيدا الزمن بدك تأسفي على هيدا على هيدا الجمهور ما فيك تحطي كل شي حق على اللي عبي غنه مشكلتك انه مين ما كان عنده رأي هلأ بيبديع على السوشيال ميديا اذا كان كذب ولا صدق اذا كان حقيقة ولا باطل هيدا كتير مزعج وهيدا كتير يعني اي حدا بيحط خبرية وببعض فويس تاني يوم ينتشر بكل العالم هيدا الفويس وهو بيكون حدا عبيتسلة وعبيتسلة بالعالم فالناس لازم تكون مخ اكتر من هيك مثقف وحضاري وفني وإلى آخره اللي عنده ببلده باية الرحبانية واللي عنده فاروز واللي عنده القرس الكبير اللي تركوه اللبنانيين من زكي نصيف مبنى مع حفظ الألقاب يعني لبيت الرحباني لفلمون وهبي لصبوحة للوديع الصافي لنصر شمس الدين ممنخلص عد نوصل لهيدا الانحيطات الفني اللي نحنا فيه هزلاتي يعني يعني ما معقول نسمع ريدا نزولا عند طلب الجمهور عم بيغني الأغاني الشعبية واللي عم نشوفها اليوم منتشرة بالنايت لايف غنات شعبي بيبعات الله كبير ما هي شعبي ايه شعبي سبيت ما والله أهلنا ما علمونا نسب حياتي بديعة يزر منك أهلنا ما علمونا نسب ومش مجتمعنا هيدا اللي بيسبع المسرحة واخت اللي ما بيزقفه أمك وأرضك ولاك ولاك وان رحنا نحنا رحين باتجاه هيدا نمط موسيقي طبع مش كبريه داون كبريه كلمي يعني كلاس بالنسبة للسهر والليل هلا يمكن عددنا الفنانين يزعلوا منك أو الجمهور لأنه بيحبوا يسمعوا هيك أغاني أو فنانين يقدوا هيدا اللون نزولا عن طلب الأشخاص اللي بيحبوهم يعني هاي المثبات لأنه الرديات اللي عم تصير عن ما هاي المثبات وفيها كلام بزيء يزعلوا إذا أنا قلت أنا ما بيجيبني هدا الشي رأيي كمان ممنوع قول رأيي أنا هيدا رأيي أنا أغاني ما فيها مثبات الحب يسمعني ألو سهلا ما حب يسمعني هو يصطفل ما فيني جواب غير هيك يعني خبرنا على الصعيد الفن اليوم شو عم تحضر لجمهورك اليوم في أغنية عراقية حتنزل هالكم يوم اسمها سينجل هيكي جو جديد جو جديد لألي أنا جو جديد للناس حيسمعوني بطريقة مختلفة إن شاء الله وإن شاء الله تهجب العالم يعني هلا ما شوف كيف ده تاخد ما بعرف شو ردد الفائل يعني لأنه أنا مغير كتير بطريقة الانتقاء الكلم واللحن شكرا لأماما حبيبت قلبي مرسي لفوشيا اشتركوا في القائة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة